بهذا يكمل حديثي في اللقطة الحادية بعد العاشرة من مجموعة اللقطات التي جعلتها جواباً للسؤال الذي جعلته عنواناً لحديثي منذ الحلقة التاسعة وثلاثين من حلقات هذا البرنامج وإلى هذه اللحظة تم الكلام في اللقطة الحادية بعد العاشرة والتي كان مضمونها بشكل إجمالي عن بناء مجتمع شيعي كان من المفترض أن يكون زمان الغيبة الكبرى بحسب الخرائط التي وضعوها لنا وقد عرضت لكم خارطة هي دعاء عن إمام زماننا الذي أوله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرجت بعد ذلك على الصحيفة السجادية الكاملة حيث حدثتكم عن أنها برنامج متكامل خطه السجاد بيده فسميت بالصحيفة الكاملة لأن الإمامة قد كتبها بكاملها وما دعاء صاحب الأمر الذي ذكرته لكم إلا بمثابة سورة فاتحة لهذه الصحيفة قطعا هذا المعنى أنا أقترحه هذا المعنى أنا أفهمه من خلال فهمي لدعاء إمام زماننا بمضامينه التي هي بكل خطوطها موجودة في الصحيفة السجادية الكاملة وعرجت بعد ذلك على ما رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة ما جاء من رواية عن أبي خالد الكابلي عن أهل زمان غيبة الحجة بن الحسن الذين بحسب المواصفات التي ذكرت ستكون عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة وبينت لكم من أن هذا المضمون يتحدث عن نخبة المجتمع الشيعي الذي كان من المفترض أن يكون وما كان بسبب خيانة الشيعة وغدر مراجع الشيعة ببيعة الغدير هذا الأمر بيّنه صاحب الأمر في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة ومر الكلام في هذه التفاصيل فيما سبق ووصلت معكم إلى هذه النقطة من أن هذا المجتمع لن يتحقق إلا أن يكون متجنباً للحرام وللشبهة مثل ما جاء في دعاء الحجة بن الحسن في الدعاء الذي حدثتكم عنه وَطَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ لابد أن يكون سعي ذلك المجتمع إلى تحصين نفسه بقدر ما يستطيع بقدر ما يتمكن عن الحرام والشبهات وأن يسعى لتحصيل الحلال بقدر ما يتمكن أما الحلال الطيب فذلك رزق الخواص إنه رزق من الحجة بن الحسن وإنما يعطى لكل أحد بحسبه بحسب عقله بحسب نيته بحسب ما سيمنح من تفهيم وتفقيه ولذا جاء في رواياتنا الشريفة من أن الرزق الحلال الطيب ذلك رزق الأنبياء ما هو برزق لكل من هب ودب ذلك رزق الأنبياء حينما كانوا يذهبون إلى الأئمة ويأكلون في بيوتهم كانوا يأكلون الرزق الحلال الطيب وكان الأئمة يشيرون إلى ذلك فبوابة هذا الرزق بوابتهم فقط يأتي من قبلهم وللذي يمنح هذا الرزق مواصفات مرت علينا مواصفات مرجع التقليد بحسب فقه العترة لا بحسب فقه حوزة النجف الأخراق بحسب فقه الحكمة والهدى إنه فقه محمد وآل محمد تلك الأجواء هي أجواء الرزق الحلال الطيب وعرضت بين أيديكم ما عرضت مما جاء في أدعية زياراتهم الشريفة ودققوا النظر إنها في أدعية زياراتهم لأننا نمد أيدينا إليهم إلى ذلك الباب المفتوح فيما بيننا وبين الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يا بقية الله بدأ الوقت يقترب شيئاً فشيئاً من أذان العشاعين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف نذهب إلى فاصل الأذان النجفي وبعد الفاصل أعود إليكم